السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولياء امور الصفوف الاولى قبل الصف الرابع حبه اعملكم الفيديو ده وانا كنت عامله بوسط بعد التجربتي مع سنة رابعة الترم الاول فانا حبه ان انا اعمله لكم تسمعوا صوت لان الكتاب هتبقى كتير جدا لان هزود عليها الخبرة بقى اللي اكتسبناها من الترم التاني فانا هقرلكم الجزء اللي انا كنت كتباة الترم الاول وبعد كده نكمل الترم التاني واتمنى ان النصيح دي تفيدكم وانتوا افضل طبعا من سنة رابعة السنة دي لان هما للأسف كل سنة يبقوا هما كابش في ده وانتوا هتبقوا المستفيد الاكبر من التجربة بتاعتهم منهج سنة رابعة محتاج ايه؟ محتاج طفل يكون ايه؟ محتاج طفل يكون بيعرف يقرأ ويكتب كويس جدا لان هياخد مناهج كبيرة هياخد معلومات اكبر من سنه فلازم يكون متأسس تأسيس قوي جدا يعني مثلا انا هقول حاجات كده في كل مادة بس طبعا مش هو ده بس لأ هنزود كل طبعا مدرس في مادته بيقدر يزود يعني هتلاقوا تعليقات على الفيديو ده بعد كده في مدرسة عربية يقول لا ده المفروض كمان نزود كذا وكذا وكذا هتلاقوا مدرس رياضيات يقول لا المفروض نزود كذا وكذا الحاجات دي كلها فهتلاقوا من المدرسين الزملاء كل واحد بيقول خبرته في المادة بتاعته بس انا هقول ايه حاجات كده اللي هي الاساسية اللي ما ينفعش يدخل الطفل سنة ربعة الا وهو يكون عارفهم يعني مثلا في مادة اللغة العربية لازم يكون عارف الحروف باشكالها بحركاتها ويكون بيعرف كمان يقرأ ويكتب كويس جدا ويكون عارف المدود واسماء الاشارة والضمائر كلها غائب ومخاطب ومتكلم يكون عارف يستخرج اللم الشمسية والقمرية من الكتعة يكون عارف حروف الجر يكون عارف ان دي جملة اسمية ودي جملة فعلية يعرف يستخرج الحاجات دي كلها من الكتعة وده اللي هو المفروض كان عارفه وبياخده المتدرب عليه في السنين الأولى وبالذات في سنة ثالثة يعني طبعا ثالثة كان منها الكبير وفي ثالثة عملنا مهرجانات برضو بس دلوقتي خلاص بقت بنسبة لنا سنة عادية بس بنقول ان هي طويلة وبرضو كميتها كتيرة فلازم يكون عارف الحاجات دي كلها يكون عارف كمان الأفعال ماضي ومدارع ويعرف الجمعة والمفرد والمسنة والمذكر والمؤنس ويعرف كمان يستخرجهم من الكتعة فاعتماد كبير على النحو ان هو يكون عارف الحاجات دي زي طبعا الكراءة والكتابة الكويسة جدا طيب بالنسبة للرياضيات بقى الرياضيات مش هنقا يعني انا كنت كتبه في البوست يكون حافظ لحد 100 لا يعرف يعدي كمان لان هو هياخد بالمليارات يعني هياخد أرقام كبيرة جدا هيعدي بقى المليارات وأرقام كبيرة فلازم يكون عارف أرقام يكون عارف كتير قوي من الأرقام يعني على أقل يكون عارف ان بعد المية بيرجع يعدي تاني مش لازم نحفظه بقى كل ده نقوله لا بعد المية هنرجع نقول 100 و1 100 و200 و300 و400 هكذا نوصله ونوصل للمتين هنقول 200 و1 دلت و100 لحد ما نوصله ان فيه رقم اسمه 100 فيه 1000 فيه 10,000 فيه 100,000 يعني فيه مليون ونقوله المليون ده فيه كم سفر والحاجات دي هو عارفها من سنة ثالثة بس طبعا هياخد أرقام أكبر بكتير في سنة ربعة الحساب يكون عارف الحروف يكتبها بالحساب وباللغة العربية كمان ويكون لأنه هيكتب أرقام باللغة العربية بيكون يعرف يجمع ويطرح ويكون حافظ جدول للضرب ومهم جدا ويعرف التصعود بقى والتنازلي ويكون عارف أكبر وأصغر ويعرف يجمع ويطرح على خط الأعداد كل الحاجات دي هياخدها تاني بس بتوسع يعرف مربعات السحرية يعرف الأشكال الهندسية ويكون عارف أيام الأسبوع وشهور السنة ويكتب ترتيب الأرقام للأول الثاني الثالث الرابع كل الحاجات دي المفروض هو واخدها في ثلثة فاللي ما كانتش مأسس ولاده في الحاجات دي في ثلثة أتمنى منكم أن أنتم تأسسون في الصيف بالنسبة للإنجليزي بقى ودي مادتي طبعا لازم يكون واخد كورس فونكس ويكون كورس جرامر بس الجرامر مش هياخده كله مش بيبقى عليه كامل بيبقى عارف برضو إيه الحاجات الأولى أقولكم مثلا يكون عارف الحروف بأصواتها وبأشكالها يكون عارف شكل الحرف مش بالترتيب يعني حط له أي حرف يبقى عارف الاسم بتاعه ويبقى عارف الصوت بتاعه يكون بيعرف يقرأ إنجليزي المفروض في ثلثة يعني أنا عندي أطفال بعلمهم من أولى بيعرفوا يقرأ فالمفروض الطفل يكون بيعرف يقرأ من أول سنة أولى كلمات كده يعني يعرف لو جبت له مثلا سؤال توصيلي بقى عارف يقرأ الكلمة دي هايوصلها بإيه هو يعرف يرتب ترتيب بسيط ثلاثة كلمات مثلا فيكون عارف الحروف كويس ويكون عارف الأصوات بتاعتها يكون عنده فكرة عن الجرامر يعني يكون عارف مثلا أدوات النكرة وأدوات المعرفة يكون عارف يكون عارف المدرع المستمر يعني فيه كم حاجة كده الماضي طبعا أفعال منتظم وأفعال غير منتظم الماضي البسيط ده هو واخده في تالتة فهي الحاجات الأساسية الأولى دي أسماء الإشارة كل دول لازم يكون عارفهم دي حاجات كلها موجودة في منهج سنة تالتة فلازم يكون عارف الحاجات دي كلها طيب عندي حاجة كمان عايزة أقولها لو الطفل طلع ربع ضعيف مش هيعرف يمشي من المناهج كبيرة جدا معلومات أكبر منهم بكتير أنا عندي ولد ابن صحبتي بديله أونلاين أخته في طب عدت كده سمعتنا وإحنا بنشرح كان حاجات واخدانها في الطب في الإنجليزي في الترمي الأول عن الجهاز الهضمي فسمعتني قالت إيه ده أن الحاجات دي بخدها وقعدت تقولها لنا وإحنا نقول لها اللي عندنا ففيه بياخدوا حاجات من طب يعني بياخدوا حاجات بياخدوها طالب في طب فما ينفعش خالص الضعيف لازم يكون الطفل طالع كويس جدا فأتمنى أنتوا طبعا هو ولا عندكم تحانات ولا تعبتم فأتمنى أنتوا فترة الصيف كلها لازم يتأسسوا لازم الأطفال دي تتأسس كويس طيب بالنسبة بقى الأمهات طبعا وانا خايفة وكله كان شايفنا بقى وإحنا كده يعني في ربعة متبهدلين والبسطات وأمهات كتير لا ده أنا بنتي لسه في تانية وأنا خايفة أدخل ربعة أنا ابني لسه في أولى ومرعوبة من ربعة لا ترعبوش ولا حاجة هم ربعة اللي معانا دلوقتي بس هم دول للأسف يعني بس هم والله أبطال والله أولاد فعلا فعلا أبطال هم وأمهاتهم والله العظيم يعني قطر خيرهم عشان كده احنا بنحب نشجعهم كتير ونهزر معاهم وقت اللي خلاص بقى يعني وقوانا كلنا تعبت لا بنحب نهزر وندحك بحيث ان احنا نخفف عنهم طيب خبرتي بقى ليه للأمهات والأباء في الترمي التاني احنا تارينا يعني الأمهات يقولوا احنا تارينا تصوير وراء احنا اتخرب بيتنا من كتر ما صورنا وراء طيب انتوا قدامكم كده كده يعني انتوا أحسن دكتير في حاجات كتير يعني انتوا عندكم مميزات أفضل منهم بكتير اول حاجة المدرسين خدوا خبرة المدرسين عملوا قنوات بالمناهج كاملة عندكم المناهج كاملة موجودة على اليوتيوب كل المواد موجودة على اليوتيوب احنا بقى معانا أوراق الأوراق اللي كانت بتنزل النماذج بالحلول بتاعتها بالمناهج بالشرح بالفيديوهات اللي احنا عملناها على القنوات بقى عندنا دلوقتي أدوات كتير هنستخدمها معاكم بقى السنة الجاية ان شاء الله فاحنا هنبقى معاكم السنة الجاية بتاعت رابعة تاني رابعة بقى دي هتيجي لا خلاص بقى أنا التعب مع رابعة مش هيكون زي أول سنة ليه عندي فيديوهاتي خلاص عرفت الشرح انظامه معايا النماذج اللي هنشتغل منها كل سنة ان شاء الله عرفت طريقة الشرح فيديوهات القصص بتاعتي عاملها موجودة فايه كل حاجة موجودة بالنسبة لكم انتم بقى في حاجات مش عايزكوا تقعوا فيها زي ما قعوا فيها سنة رابعة أولا اشتري كتوب خارجية بعد كده بقى الاعتماد كله على المذكرات اللي عنيت بالذات المذكرات المتميز عتعرفوها في سنة رابعة ممتازة فوق الممتازة فكله كان بيذكر منها كنا بصراحة يعني لو ما نزلتش النماذج الوزارة كان النماذج المتميز حمود سعيد كانت هي دي المنقص بتاعنا فانت هتصوروا كتير قوي يعني درجة فيه شايفة أمهات بيقولوا وأباء ومدرسين بيقولوا نصيحة الرابعة الجاية تشتوروا طبعة في البيت فانتوا عملوا حسابكم هتصوروا أوراق كتير جدا جدا فيا اما تستغنى عن كتب الخارجية وتكتفوا بالورق اللي هيتصور يا اما بقى يبقى تعملوا حسابكم مش أي ورق يتصور يعني ممكن لو تابلت تذكروا عليه كده حاجات شفوي والحاجات المهمة هي اللي تصور فما تعملوش اللي حصل في جنون التصوير ده كل حاجة نصورها يعني اللي حابب بقى يبتدي في الصيف القنوات عندكم موجودة احنا كلنا موجودين يعني صفحاتنا موجودة أي حد عنده أي سؤال يتفضل يسأل موجودين تقولوا الصيف معاكم يعني حبيت ان انا اطمنكم وما تقلقوش وانتو السنة الجاية هتبقوا افضل بكتير زي السنة اللي فاتت كانوا سنة رابعة دول في تالتة كنا برضه عمل نعمل كده بس السنة دي مزودين لان المنهج زيادة عن اللزوم فانتو في تالتة هو محدش سمع صوتكم محدش بيقول حاجة عن المنهج اكتر من ان المنهج طويل بنقول طويل بس فالسنة الجاية ان شاء الله هتلاقوا المهرجانات بقى والاقتتال كله بسنة خمسة وانتم لا كل حاجتكم جاهزة فاتطمنوا ما تخافوش بس زي ما قلتلكم طفل متأسس هيمشي كويس في المنهج عادي هو بس هتبقوا بتعالوا ان المعلومات كتير ان المنهج كتير والله اعلم يمكن السنة الجاية يعني انا سمعت الحاجتين الوزيري اما هيتطول السنة لانه هقل ايه لا المنهج معمول على اساس ان العام الدراسي اطول من كده فاحتمال يا يطولوا السنة الدراسية يا المنهج يقل شوية الله اعلم هيعمل ايه فاكيد فيه ترتيبات تانية غير اللي حصل السنة دي معاكم فما تقلقوش خالص ما تقلقوش خالص واللي حابب يبدأ مذاكرة او يبدأ حتى يطلع على المنهج كل الورق وكل المذاكرات موجودة على الصفحات بتاعتنا على الفيس كل الشرح بتاع المواد موجودة على قنواتنا انتوا لو كتبتوا اي مادة كده على اليوتيوب مثلا مادة الرياضيات الصف الرابع هتلاقوا قنوات كتير مادة انجليزي الصف الرابع هتلاقوا برضو قنوات كتير كل حاجة متوفرة لكم فما تقلقوش خير ان شاء الله واحنا برضو معاكم السنة الجاية ومع سنة خمسة رابعة اللي هم طالعين خمسة اتمنى لكم ان شاء الله سعيدة عليكم السنة الجاية بإذن الله وسكرا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة